فعلى المسلم أن يعظم شأن حرمات حقوق العباد يحذر من التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم فإن أمرها عند الله عز وجل عظيم جدا ومن أشد الناس حسرات يوم القيامة من يأتي يوم القيامة بحسنات عظيمة من صلوات وصيام وزكوات وصدقات ثم تذهب هذه الحسنات لموازين غيره يأخذ هذا من حسنات لأنه شتم ويأخذ ذاك من حسنات لأنه قذف ويأخذ هذا من حسنات لأنه أخذ من ماله بغير حق ويأخذ هذا من حسنات لأنه فعل كذا وكذا فيرى أن حسنات تذهب للآخرين وهو ينظر فيتحسر حسرة عظيم وإن فنيت حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار نسأل الله السلامة والعافية